طيب عايزين بقى نعرف من حضرتك شايف كده التشكيل الأمثل للمنتخب النهاردة قدام الكونغو شوفي طبعا احنا لأسف لازم نقول سلامات الشناوي خلاص الراجل غايب وحتى الأهلي يخاطب طبعا فيفا عشان التعويضات لأن في النهاية اللعيب لما بيغيب أكثر من شهرة في البطولات اللي زي كده لتحت العايد الفيفا وبالتباعة فبيتم تعويض النادي الأهلي فسلامات الشناوي طبعا سلامات محمد صلاح طبعا اللغط وأكيد هنتكلم عليه عمر ما يكون اسكريبتيك خالي للمحمد صلاح طبعا هنتكلم عليه برحيمة طبعا لازم عشان الناس يفوقه تفهم بتتكلم عن مين برضو عشان الكلام اللي عيب ان هو يتقال هنرجع هنتكلم عن صلاح أيضا إمام عشور سلامات إمام عشور تجاج في المخ اللي والدت شايف المود بعينيه وقال لنا شفت المود بعينيه طبعا والدنيا مش مستهلة فلازم نقول سلامات في الأول قبل أي حاجة ده الأهم قبل الكرة وقبل التتويج وقبل المنافسات طبعا النهاردة فيتوريا كالعادة في حزبة بيرما كالعادة الراجل المحتار كالعادة الراجل لازم يفكر هيلعب مين وينزل مين لكن في أسماء لا جدال عليها طبعا هو للأسف لما تكعبل لازم أقول تكعبل في موزنبيق وتفاجئ بمباراة غانا أنه هو هيهزم ويخرج من البطولة وهيروح مع محمد صلاح يعني خلاص كنا شايفيني حمص راح هيسافر ومنتخب هيسافر منها حتى الثاني يوم بعد مباركة في فيدي طبعا الراجل سمع شوية لوسائل الإعلام سمع شوية لأيمان عبدالعزيز الجهاز المعاون فبدأ يعتمد على التشكيل اللي احنا بنقوله عليه وده كنا نتمنى من الأول أنه يتجرأ ويفرض شخصية المنتخب على المنافس ويقدر أنه هو يوريك الجرأة والشجاعة داخل الملعب فيحرر اللاعبين من مركزهم ونشوف تريزيجي ونشوف عمر مرموش ونشوف محمد صلاح ونشوف محمد حمدي اللي أنا كنت موطرد عليه طبعا لكن لازم برضو تكلم عنه وأتكلم عن فتوح فبدأ يفوق شوية النهارة التشكيل أعتقد أنه هو قريب منه مش بعيد حراس المرمى أبو جبل ما عندكش طبعا لأن أبو جبل لعب دولي كتير جدا كان نجم أحد نجوم البطولة الأخيرة اللي وصلت في النهاء أمام السنغال وقاسرة برقلات الترجيح عنده خبرة في رقلات الجزاء عنده خبرة في التعامل مع كأسهم الأفريقي كان معاك قبل كده حتى لو هو دلوقتي مش في الزمالك مش في الأهلي حتى لو كان هو في نادي آخر حتى لو كان أنت عندك عمالقة تانين لكن أنت لازم تعتمد على الحارس الدوري اللي عنده خبرات أبو جبل ما شاء الله جبل ما يهزك ريح ما يهزك ريح نتمنى أنك أنت نحن للأسف يعني بزعل قوي مننا بزعل مننا يعني بحاول أبعد نفسي عنده أنه إحنا بندي ألقاب لللاعبين ما يستهلوهاش بندي ألقاب لللاعبين كبيرة جدا عن مستواهم وبتخليهم يعيشوا في أبراج عالية جدا نيجي على أرض الواقع نتيجة صفر يا جماعة فبزعل لما بنلقى بقى في جو كرة مصرية ويا جبل ما يهزك ريح ويا مش عارف مين لا اصحوا شوية يا جماعة في الوقت على أي حاجة مختلف صعب أنا نفسي إحنا يعني نعرف إحنا وقفين فين كويس ونعرف إحنا مستوانة إيه كويس عشان نطور لأن الناس تطورت وحفظل كل مرة أدي مثلا بجزر القمر اللي أبهرت العالم وأفريقيا كلها في البطولة اللي فاتت وما تأهلتش في هذه البطولة فإن شاء الله معاك أبو جبل خط الظاهر طبعا نعروف الدفاع هو هيعتمد برضو رغم أن الناس نفسها أن ياسر إبراهيم وأنا واحد منهم كنت بتمنى أن ياسر إبراهيم يكون نعم حمد عبد المنعم عشان الكيميا اللي في نادي الأهلي عشان لعب دوري أبطال إفريقيا عشان لعبه كاس عامن الأندية عشان ياسر إبراهيم فيهاي فتوقعته أن يكونوا متواجدين ولكن الراجل المصر على أحمد حجازي كامل احترام لحجازي طبعا لعب كبير جدا وعنده خبرات دولية وخبرات أسيوية وخبرات محلية لعب كبير جدا ولكن إصاباته كانت كثيرة تعدنا الملعب بشكل محترم يعني فصعب أنك أنت تعتمد عليه وأنا وقال هنستغل هذه الثغرات فأنت لازم تفوق وأنت لازلت تعتمد على أحمد حجازي أتمنى ياسر إبراهيم ولكن حجازي هو لعب كبير وعمل أسسته ولا أحلى في مباراتكا في فيردي بتريزيجيه فماقدرش برضو أبخل بحق هذا اللاعب الخلوق الجامد بجد مش هزار ولكن في النهاية هو هيعتمد عليه حجازي مع أحمد محمد بن منهم أحد كبار المدافعين في إفريقيا مش في نادي الأهلي ولا منتخب فقط طبعا الظهير الأيمن أعتقدها بمحمد هاني كان متقلق في المباراة اللي فاتت البعض يقول لك عمر كمان عبدالواحد أنا مش شايفي فرق قوي بين الاتنين أنا شايف الاتنين رجالة وشايف الاتنين بيؤدي بشكل كويس جدا ما عنديش مشكلة مع أي وقت في ميلعب قالص يعني مش هتوقع أن محمد هاني لا أمر كمان الاتنين زي بعض لكن قدروا لمحمد هاني هيشارك النهاردة الظهير الأيصر هو شايف محمد حامد ما عرفش شايفه فين وشايفه ليه الولد محتاج خبرات كثيرة جدا الولد بيتوتر بشكل غير طبيعي الولد متسرع بشكل ملحوظ جدا داخل الملعب ولكن فاتوح تييه لي يا جماعة فاتوح لايبنات الزمالك تييه لي يا جماعة فاتوح قلتها بعد البطولة الأخيرة أم أفريقيا كان لازم ما يقعدش في مصر لكن للأسف